الآن إلى الفقرة الرياضية وحديث الساعة في رياضة عن دوري أبطال أوروبا والمنافسات في هذه البطولة الأوروبية واليوم لقاءان مهمان جدا لعشاق كرة القدم سوف نتحدث فيهما مع الكابتن مهند محادين كابتن مهند اليوم ميسي يلعب كريستيانو يلعب مباريات مهمة جدا في دوري أبطال أوروبا نبدأ مع برشلونة يعني اليوم من أجمل المباريات هو عبارة عن نحكي نهائي مكرر من 2009-2011 التقى برشلونة ومانشستر يونايتد الغالب كانت لبرشلونة في دوري الأبطال لكن سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بحاول يعيد نفسية اللاعبين لأمجاد مانشستر يونايتد لما كان يحقق خماسية وكان أظن حقق سوداسية برشلونة الآن في أفضل حالته نتاة كالرياح فغتنمها هاي العام الحالي باستطاعته تحقيق سوداسية كونه أول فريق عم بحقيقها ممكن للمرة الثانية لتحقيقها الآن في الليجة يتربع بفارق 11 نقطة عن أثلاتيكو مدريد 81 هدف عليه و31 هدف أرقام مميزة لي برشلونة كاس السوبر الإسباني كاس ملك إسباني عن نهاية مع بلانسيا في 12-5 وبالتالي الآن لكن كمتين برشلونة 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 اللي فاز بالسوداسية برشلونة الفريق المرعب في أوروبا في ذلك الوقت ليس برشلونة الحالي يعني في جماهير برشلونة تخاف الآن من لعبي اليونايتد اللي في بعضهم البعض ممكن يعتبرهم مغمورين في لعبين صغار نعم شوف مع سولشاير على الرغم من الخسارات ثلاث خسارات في أربع آخر أربع مواجهات لكن بعد عهد جزي مورينو واستلام سولشاير تغير الفريق يجب أن نعترف بهذا الشيء مع هذا المدرب الآن يشتغل على عامل النفسي خاصة كيف عاد مع باريس سان جيرمان هذه الرمونتادة الجميلة في دوري الأبطال هو يعول على تركيز على هذه البطولة لمحاولة الوصول أبعد هي صعبة ليست بالمباراة السهل ولكن هذه المباراة تعتبر تحدي كبير لجماهير شياطين الحمر وأيضا لعراقة مانشستر يونايتد لكن حتى التطلعات من الفريق الإنجليزي مش علي نروح كابتن معك للمباراة الأخرى اليوفي وآيكس رونالدو يريد الانتقام لريال مدريد بعد أن أخرج آيكس الفريق الملك يوم أمس أكد المدرب أليغري مشاركة كريسان ورونالدو منذ البداية تقريبا على أبواب حصول على اللقب الثامن على التوالي بالنسبة للدوري الإيطالي قدوم كريسان ورونالدو كان بسبب هذه البطولة تحقيق هذه البطولة لكن يصطدم أمام آيكس أمستردام الطامح لتحقيق اللقب لأول مرة فريق نشط جدا 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 يستطيع الضغط خلال 90 دقيقة على مفاتيح اللعب ويعتمد على حيوية شبابه ويعتمد على مهارات حكيم زياش كنت معجب كثيرا أنا معجب جدا بأيكس نعم قياسا خلال مباريات دوري الأبطال مجموعات وأيضا خلال المباريات يعني المباريات ستكون صعبة على ملعبهم وما نغلب على ملعبهم صعب صعب جدا من فوز اللعيات على قضية ميدان ولكن كابتن عنده شوية إحصائيات عن أبرز اللعبين في هذين اللقائي احنا عملنا شوية مقارنات الشهاد عشوائية عشوائية بين اللعبين لكن بين برشلونة ومانشستر يونيتد سجلت برشلونة 19 هدف مقابل 10 للمان يونيتد طلق الفريق 6 برشلونة و7 للمان يونيتد شباك نظيفة معدل أعمار الفريقين عم نشوف تقريبا 24 إلى 25 عام ومعدل المطلوب ومعدل الأخطاء الآن قلنا يعني جبنا نجم من برشلونة والنجوم كثر بالتأكيد يتصدرهم ميسي بدأخذ سيلفي معهم وفي الجانب الآخر بوغبا أين عم مش نفس المركز ولكن حبينا ناخد إحنا شوية إحصائيات لنشوف من الكي بلاير اللاعب الرئيسي اللي ممكن يعطي الأفضلية اللي فريقه ويكون حسن في المباراة عدد المباريات لعب 6 ميسي بوغبا لعب 7 مباريات دقائق اللعب 477 لعب 550 ميسي سجل 8 أهداف مقابل هدفين لبوغبا لعب وسط أيضا يعني فيه أدوار دفاعية بيقوم فيها بتأكيد تمريرات الحاسمة هي التي تحسن هذا الموضوع تمريرات حاسمة لبوغبا مقابل 3 لميسي مع تزديدات على بشكل عام 18 تزديدة مقابل 7 تزديدات الموضوع تمريرات الحاسمة هي التي نركز عليها بين اللاعبين بوغبا قادر على إعطاء الفرق مع ماتتش أيضا لوكاكو في الهجوم وأيضا الأجنحة التي يعتمد عليهم سولشير بشكل كبير جدا بالتأكيد نذهب إلى المباراة الأخرى بين يوفينتوس و رونالدو نحن نحن تو學 مع وجود رونالدو الآن بدأت الحسبة تغير شوي سجل ثلاثة أهداف هل تأحلهم أصلاً لهذا الدور لكل الفرق كان مستحق وأيضاً ريمونتاداز مع إس لكل الفرق معظم الفرق تحصل سجل 13 هدف يوفينتوس 16 لأياكس وهذا رقم لازم نحط تحته ثلاثة خطوط أهداف طلقه الفريق 6 و 8 شباك نظيفة 5 و 3 معدل الأعمار 26 إلى 24 آياكس اعتمد على حاوية شبابه أيضاً شباب وخبرة موجودة في يوفينتوس في كافة الخطوط سواء الدفاع أو في خطة الهجوم أو حتى حراسة المرمى موجود فريق متكامل يوفينتوس أكثر من حتى ذلك الأحتياط من أكثر الفرق مرشح للحصول على اللقب فمباراة صعبة هلأ عملنا إحنا مقارنة بين كريستيانو رونالدو وحكيم زياش تمام حبيبنا كريستيانو حبيبك كريستيانو وفعلياً لاعب رائع هذه بطولة كريستيانو أفضل لاعب في تاريخ هذه البطولة هو كريستيانو رونالدو بالتأكيد هو لعب أربع دوري أبطال مع ريال مادريد وواحد مع مانشستر يونايتد والآن يسعى إلى السادسة مع يوفينتوس فعم بحقق كمان أرقام تاريخية لم تستطع أن تحقق هذه الألقاء نعم سجل أربع أهداف وهدفين بالنسبة لحكيم زياش التمريرات الحاسمة حكيم زياش تمريرها حاسمة واحدة وتمريرتين لكريستيانو رونالدو يعني طبعاً تاديتش موجود أيضاً في آيس من أبرز اللاعبين في آيس لكن حبينا نحكي عن حكيم زياش لكننا حبينا حكيم زياش المقارنة قد لا تكون بنفس المركز لكن هناك أهداف لعبين لديهم أرقام أفضل من حكيم زياش ما ميز آيس هو الضغط الذي قام به في المباراة على ريال مدريد المباراة المباراة الذهاب والإياب طوال فترات اللقاء شكل ضغط كبير على فريق بطل على صاحب اللقب في المواسم الثلاث الأخيرة فريق داخل معنوياً أقوى وستطاعوا هؤلاء الشباب أن يشكلوا ضغط كبير جداً على الفريق الملكي هذا أيضاً ممكن يكون أهداف مش بالسهل تعود أمام فريق ريال مدريد وتفوز عليه على أرضه في البرنابي فعلياً كابتن اليوفي نحكي على بالأرقام ممكن يكون أقوى بالخبرة أفضل عنده لاعبين أهم ممكن من لاعبي آيكس ولكن أيضاً بيضل فيه خوف من اليوفي من الفريق الولاجي أشوف مباراة صعبة يصعب التكهن فيها لقوة الفريقين كل واحد عنده ميزات كبيرة بالثقة ولكن على أرض ملعب يوهان كرويف أعتقد المباراة ليست سهلة على اليوفي خاصة لقاءات كبيرة لعبها وفاز فيها أو تعادل نتذكر مع باري ميونيخ عادة تعادل نعم كابتن شكراً على كل هذه الإحصائية الإحصائية ترجمة نانسي قنقر